تستمر الصراعات السياسية بين الكتل البرلمانية مع قرب الانتخابات لا سيما بعد إقرار مجلس النواب قانون الانتخابات وحسم موعد إجرائها في الثاني عشر من أيار مايو المقبل فما بين كتلة داعمة لقرار إجرائها في موعدها وبين أخرى تحاول جاهدة تأجي لها يبقى إجراؤها معلقاً على الرغم من إقرار موعدها من قبل الحكومة والبرلمان وإصدار المحكمة الاتحادية قراراً بذلك تحديد موعد الانتخابات أقر بعد هيمنة واضحة للكتل السياسية الكبيرة في البرلمان خاصة بعد أن ضمن الترشح أصحاب المناصب الرفيعة دون الحاجة لتقديم استقالاتهم قبل الانتخابات كما حالت دون استبعاد مزدوجي الجنسية من الترشح إعطاء الحصان للمرشحين المتهمين بقضايا الفساد ليتسنى لهم المشاركة في الانتخابات كان أيضاً أحد مطالب القوى الكبيرة في البرلمان على الرغم من إعلان لعباد عزمة ملاحقة الفاسدين في البلاد أما الكتل الداعية لتأجيل الانتخابات فقد أخفقت هي الأخرى في إلغاء التصويت الخاص الذي يمنح منتسبي القوات الأمنية حق الاقتراع بشكل منعزل قبل يومين من الاقتراع العام حيث أنهم كانوا يخشون أن يسمح للجهات السياسية التي تسيطر على الوزرات الأمنية من التأثير على إرادة المنتسبين في هذه الانتخابات شكوك كثيرة تثار حول إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها لا سيما مع تلك الحكومة في تنفيذ تعهداتها بإعادة النازحين إلى مناطقهم قبل الانتخابات جميع ما تقدم يشير إلى أن الكتل السياسية الكبيرة فصلت قانون الانتخابات الجديد على مقاسها وأن الحكومة مستمرة بإصدار وعود أكبر من حجمها فالقضاء على الفساد وتوفير الخدمات والآن إعادة النازحين قبل الانتخابات جميعها وعود لا تعمل الحكومة أصلاً على تنفيذها